بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة عين التعليمية أهلا وسهلا طلاب الأعزاء وطالبات العزيزات معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد رح نسترجع ما تعرفنا عليه من مواضيع وجلسات سابقة وذلك لإثراء هذه المواضيع إذن عنوان درسنا لهذا اليوم إثراءات الخاصة لجميع المراحل الدراسية لمادة صعوبات التعلم للفصل الدراسي الثاني حتى نستفيد سويا من الدرس هناك تعليمات للصف الافتراضي سوف نتفق عليها تعليمات التعلم عن بعد الجلوس في مكان هادئ التأكد من الاتصال بالإنترنت الجلوس حتى انتهاء الوقت إرشادات عامة عند الكتابة طلابي وطالباتي أجلس معتدلا أجعل يدي مائلة إلى اليمين أضع القلم بين السبابة والإبهام مستندا على الوسطى أضع يدي اليسرى على الورقة لتثبيتها أبعد الورقة عن عيني مسافة ثلاثين سانتي وأجعلها مائلة إلى اليسار قليلا لأننا نكتب اللغة العربية واللغة العربية تبدأ من جهة اليمين وكذلك طلابي وطالباتي أهتم بنظافة الورقة وترتيبها مثل هذه الصورة المعروضة أمامكم إذن وضعها بهذه الطريقة حتى تصبح كتابتنا بشكل صحيح إذن ثلاث محاور أساسية لتعلم القراءة والكتابة لا بد أن أعرف أن لكل حرف يوجد لديه اسم لا بد أن أعرف اسم الحرف وكذلك صوت الحرف وكذلك شكل الحرف لأن شكل الحرف عندما يكتب في أول الكلمة يختلف عن الوسط وكذلك يختلف عن آخر الكلمة لذا لا بد أن أعرف أوضاع كتابة الحرف كاملة وهل هو من الحروف القوية أم هو من الحروف التي تنزل عن الصدر أم الحروف المستقرة على الصدر إذن هذه محاور أساسية لتعلم الكتابة وكذلك القراءة وهناك تمارين تساعدنا لتعلم الكتابة قبل أن نبدأ بها مثل اللعب بالسلصال شاهدوا طلابي وطالباتي هنا يوجد لدينا سلصال ماذا تلاحظون؟ ماذا استخدمت؟ ممتاز إذن استخدمت عضلاتي أصابعي وأصابعي من العضلات الدقيقة وهذه العضلات هي التي نستخدمها كذلك في الكتابة وكذلك استخدام ماذا؟ استخدام ماذا؟ أحسنتم إذن استخدام المقص أثناء استخدام المقص أنا أستخدم عضلاتي الدقيقة وكذلك طلابي وطالباتي الكرة المطاطية شاهدوا هذه كذلك تساعدني على الكتابة والخرز إذن انتقال الخرز من مكان إلى آخر واللعب وتجميعه إذن يساعدني على الكتابة لأن هذه الأدوات والوسائل نستخدم بها عضلاتنا التي نستخدمها في الكتابة اختاروا ما تشاءون من هذه وطبقوها حتى تبدأوا الكتابة بشكل صحيح كيفية كتابة كلمة من خمسة حروف تعرفنا على كيفية الكتابة الكلمات من كذا حرف من حرفين وثلاثة حروف وأربعة حروف وخمسة حروف وجميعها تشترك أيًا كان لا بد أن نعرف المحاور الأساسية صوت الحرف وماذا وشكل الحرف واسم الحرف حتى نكتب الكلمة بشكل صحيح شاهدوا هنا حرف التاء والميم والسين والألف والحا والآن تشاهدون صورة صورة حيوان مفترس صورة تمساح أثناء الكتابة اختلفت أشكالها من البطاقات المعروضة هنا إلى هنا لذا لا بد أن أعرف كيفية كتابتها إذن تمساح مكونة من خمسة حروف بدأت بحرفه التاء إذن بدأت بحرفه التاء أحسنتم طلابي وطالباتي وكذلك تعرفنا على حروف المد حروف المد عددها ثلاثة حروف مد الألف وكذلك مد الواو ومد اليا هذه الحروف الأساسية لحروف المد وما هو أنواعها؟ أنواعها ثلاثة عبارة عن صوت طويل تأتي في وسط وآخر الكلمات تعرفنا أن مد الألف تسبقه حركة ما هذه الحركة؟ أحسنتم إذن كما كتبت أمامكم تسبقها حركة الفتحة أحسنتم ومد الواو ماذا يسبقه؟ ممتاز إذن تسبقه حركة الضمة أحسنتم وكذلك مد اليا تسبقه حركة الكسرة شاهدوا طلابي وطالباتي هذه الصورة شاهدوها إذن ما هو شكل فمي أثناء النطق؟ ما هو شكل فمي؟ أحسنتم إذن شكل فمي مفتور ونشاهد هذه البطاقة با حركة قصيرة ولكن عندما وضعنا مد الألف أصبح نطقها با إذن حركة ما بها؟ ممتاز إذن حركة طويلة إذن مد الألف تسبقها أي حركة؟ أحسنتم إذن مد الألف تسبقها حركة الفتحة بارك الله فيكم إذن هذا النوع الأول وشاهدوا النوع الثاني ما هذه الصورة وما هو شكل فمي؟ ممتاز إذن شكل فمي مضموم إذن شكل فمي مضموم ونقرأ هذه البطاقة الحركة الأولى حركة الضم نلاحظ صوتها تو ولكن عندما نضيف لديها المد تصبح ماذا؟ تو إذن أصبحت حركتها قصيرة أم طويلة؟ أحسنتم إذن حركة طويلة إذن تو حركة طويلة ممتاز والآن النوع الثالث من أنواع المدود وهو مد اليا ما هو شكل فمي؟ نلاحظها بالنطق إذن مي مي إذن مي وهنا بإضافة المد ماذا تصبح؟ مي ما هو شكل فمي؟ أحسنتم إذن ينزل قليلا إلى أسفل أحسنتم إذن تعرفنا على أنواع المدود مد الألف ومد الياء الواو ومد الألف والواو والياء وجميعها حركاتها ما بها؟ ممتاز إذن جميعها حركاتها طويلة مد الألف تسبقه حركة الفتحة والواو تسبقه حركة الضم ولياء تسبقها حركة الكسرى نقرأ هذه الكلمة ونشاهد هذه الصورة صورة ماذا؟ أحسنتم إذن صورة ورود أين مد الواو؟ أحسنتم إذن تعرفنا أن مد الواو دائما طلابي وطالباتي لا يأتي في أول الكلمة وإنما جميع أنواع المدود تأتي في وسط الكلمة مثل كلمة ورود أو آخر الكلمة لذلك حرف الأول حرف الواو ليس حرف المد إذن لابد أن تسبقه إذن تسبقه حركة ممتاز إذن حركة الضم ورود تشاهدون على حرف الراء ما به أثناء النضع؟ ورود أحسنتم إذن حرف ممدود إذن الحرف الممدود حرف الراء وحرف المد الواو بارك الله فيكم إذن هل أنتم مستعدون؟ لنأخذ تمرين بسيط ضد كلمة قديم ماذا تعني كلمة ضد؟ أحسنتم إذن عكس الكلمة هذه قديم ما هو عكسها؟ أحسنتم إذن جديد إذن عكسها جديد ممتاز إذن جديد هذه الكلمة تحتوي وتتضمن مد ما هو هذا المد؟ ممتاز إذن مد الياء تسبقه حركة الكسرة طلاب المبدعين وطالبات المبدعات جديد أريد منكم مرادف كلمة جديد ماذا تعني كلمة مرادف؟ تعطينا نفس المعنى ولكن لفظها يختلف إذن معناها نفس المعنى مثل المعنى ولكن في اللفظ تختلف ما هو مرادف جديد؟ ممتاز إذن حديث أحسنتم حديث أحسنتم طلابي وطالباتي إذن حديث أحسنتم إذن تكونت وتضمنت مد الياء لأنها تسبقها حركة ممتاز حركة الكسرة بارك الله فيكم الآن عرضنا الوسائل السابقة ما هي الوسائل التي تساعدنا على القراءة والكتابة؟ أحسنتم إذن الكرة المطاطية وماذا؟ استخدام ماذا؟ ممتاز واستخدام الصلصال وماذا بعد؟ أحسنتم وكذلك الخرز شاهدوا طلابي وطالباتي هذه البطاقة كذلك هذه البطاقة وصورة ماذا؟ ممتاز إذن صورة دي وحرف دا الآن هذه من الوسائل المفيدة نضعها بهذه الطريقة والآن وضعناها بهذه الطريقة نريد أن نكتب الكلمة أحسنتم إذن دي تكونت على مد مد الياء بارك الله فيكم طلابي وطالباتي إذن توصياتنا لأولياء الأمور وطلاب وطالبات صعوبات التعلم التدريب المستمر والمراجع على فترات منظمة وغير متباعدة استعمال المحسوس ثم الصور ثم المجرد خلق بيئة محفزة بالتعزيز والتشجيع بأنواعه وفي نهاية يومنا أشكر لكم حسن استماعكم وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم كنت معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد ترجمة نانسي قنقر